مع لي ترابل سي على راديو ماد موصلين معكم تحية لكم من جديد في انتظار منو تحصلوا على يعني المكلفين بالعلم او مدير مشروعه ترومان كما كنا نحكيوتهم تحصلوا حاولوا تحصلوا عليهم يكونوا معنا ولو انو اعطيناهم موعد من المفترضين يكونوا معنا في المباشرة لكل حالة نحاولوا تصلوا بيهم مرة اخرى سيناء نمشوا نشوفوا الاوضاع الدولية خاصة في قطاع غزة طبعا الاحتلال الاحتلال الغاشم والعدوان المستمر على قطاع غزة اغلاق مستشفى القدس وايضا تدمير 12 سيارة اسعاف الاحتلال يدمر 12 سيارة اسعاف ويستهدف مبنى في مجمع الشفاء هذا وتم ايضا اغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع طرق المؤدية اليه هذا اليك دول متحدث باسم الهلال الاحمر في غزة يقول تم تدمير 12 سيارة اسعاف واغاثة نتيجة غارات الاحتلال ايضا اكد اغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع طرق المؤدية اليه قال ان الاحتلال يستهدف القوافل لتقل الجرحة والمساعدات والاغاثة واستهدف ايضا طيران الاحتلال مبنى تامة لمجمع مستشفى الشفاء بغزة مما اصفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحة ايضا وزارة الصحة في غزة تقول ان جيش الاحتلال ارتكب قبل قليل مجزرة جديدة بحي المغازي وسط القطاع وكانت كتائب القسام اعنت ان رجال المقاومة نفذوا يعني اغار على قوات الاحتلال متمركزة شمال غرب مدينة غزة ودمروا ستة دبابات بالقضائف اليسين 105 وايضا استهدف قوة صهيونية خاصة متحصنة في احدى المباني ايضا كتائب القسام تقصف تجمع للجنود قرب ايرز بقضائف الهاون وقصف التلبي برشقات ساروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين ايضا زاد اذاعة جيش الاحتلال تقول ان الجيش والشباك اكدوا القضاء على خلية في طول كرم تخططت لارسال مسلحين للجبهة الداخلية واطلاق سواريخ من جانبها ايضا فسائل المقاومة تقول انه استشهدوا اربعة من رجالها في عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة قوة الاحتلال الخاصة وايضا تمت اصابة فلسطيني خلال العملية يبلغ من العمر 14 سنة هات الصحية هات الصحية يلا سينو مواصلين معكم مجازين على رقم